الحمد لله رب العالمين اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أيها الإخوة الفوطلاء أيها سادة العلماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع ما بدناه بالأمس فيما يتعلق بمادة الفتوى وهذه المادة التي منها تستمد الفتوى هي عبارة عن الأدلة الكبرى وذكرنا أربعة أدلة اللي لا يختلف العلماء فيها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس مع اختلاف في هذا الأخير من قبل الظاهرية وتحدثنا عن الدليلين الكبيرين الأصلين وهم الكتاب والسنة وقلنا إن النظار في الدليل هو من حيث الثبوت أي ثبوت الورود ومن حيث الدلالة أما الثبوتها بالنسبة الكتاب فهو أمر غير محتاج إليه فهو ثابت إجماعا متواتر لا شك في ذلك ولا ريب محفوظ من الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ بخلاف الكتب السماوية القديمة فإنه ووكل حفظها إلى أهلها فضجعوها والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أي ووكل إليهم حفظه أما القرآن فقد تكفى الله سبحانه وتعالى بحفظه مع كل ذلك ناقش العلماء مسألة الاختلاف في الأداء فقال ابن الحاشب إنه ليس متواتر وأرادوا أن يضعوا شروطا ثلاثة وهي الشرط الأول وهو السند وشرط الثاني أن يكون موافقا أن تكون القراءة موافقة لوجه عربي وشرط الثالث أن تكون موافقة لرسم المصحف هذه الشروط الثلاثة كان العلماء شبه مجمعين عليها لكن شرط الإثناد هو الشرط الأساسي لأن القراءة سنة متبعة أما الموافقة للوجه العربي فإنها أحيانا تقدم بعض الإشكالات في بعض الأحروف من القراءات ونجد بعض النحات يتفوهون أحيانا بكلام شديد عن بعض القراء في أحروف يسيرة كقراءة عاصم زوجين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائه فالسمخ شري زعم أن عاصما في هذا ليست قراءة عاصم استغفر الله كقراءة ابن عامر ابن عامر اليحصبي وهو قارئ دمشق وهو أعلى القراء سند لأنه قراء على أبي الدرداء لكن هذه القراءة تناولها كثير من العلماء بعضهم بالنقد وبعضهم بالإثبات لأن ابن عامر ثقة ولأنه روى عن أبي الدرداء وإن كانت الأصول العربية لا تساعد كثيرا في الفصل بين المتضايفين بمفعول الفصل معروف بالضرف وبرجار والمجرور وحاول الشاطبي ورحمه الله تعالى أن يبرر ذلك فقال ومفعوله بين المضافين فاصل ولم يدر غير الضرف في الشعر فيصل كَلِلَّهِ دَرُّ الْيَوْمَ مَنْ لَامَهَا فَلَا تَلُمِّ مُّلِي مِنْ نَحْوِي إِلَّا مُجَحِلًا ومع رسمه زجّل قلوص أبي مزادة الأخفش النحوي أنشد مجمدا فأتى ببيت أنشده الأخفش وهو بيت غير معروف غير معروف الأصل لكن مع ذلك ابن عامر كان في مصحفه وجدت هذه القراءة في مصحفه وهو قد قرأ على أبي الدرداء رضي الله عنه أريد من هذا مثال فقط لمسألة التواتر بالنسبة للقراءات فالأصوليون يهتمون بقضية الاحتجاج ولهذا قدموا مقدمات عن الأصول الكبرى عن تعريف القرآن عن تعريف السنة وإن كان ما يتعلق بالقرآن هو في علوم القرآن وما يتعلق بالسنة هو في علوم السنة لكنهم في أصول الفقه قدموا هذه المقدمات ليتكلموا في الحديث عن المتواتر وهو أصحه من جهة العدد وعن الصحيح وهو أصح من جهته السنة وأنواع أنواع الصحيح لماذا؟ ليبين ما يحتج به